تقدر المحاصيل سيد أطبيب؟ لا يمكن أن يقدر الأحاصيل للمعكبين تقريبا أقليم الشاول وأقليم الشاول وأقليم تهونات وأقليم الحوزة أرى هذه الألاحة الهكتارات التي تزيد كل سنة تزيد الهكتارات الإنسان يدور بوحدة الجولة ويعرف أشكال وخصوصا ما كانت ذري عادة بالهي كان ذلك شيء قليل ولكن الآن دخلت ذلك النفتة الهجينة من أوروبا التي يبيعها الفلاحة التي تعطيه إنتاج أكثر ومستوى السيدة المرتفع جدا لأن السلوخ الأوروبية تتطلبها مع البطلة التي كانت الشباب لا شباب من المنطقة ولا شباب من المنطقة التي عيشتها في أوروبا في أن الإنسان يقوم بوحدة الجولة من إقليم تطور الشاول والحسيمة والتولات وهذه الشباب الغابات تنضطر والمشكل الآخر الذي هو خطير هو أن الماء مرقاش الماء من الجفت وكالهجرة الآن الآن كالهجرة من البادية إلى المدن نظراً لأن المياه مرقاش يرقع الزافة والذي تكمل على الكاريتة الكبرى وأنه يعني هذه الآبار التي تحفر كل فلازا وهذه النبتة هذه الهجينة تطلب كمية هائلة من المياه الفرشة المائية إذن أنت لو أستاذ أذبيب تعتبر أن هذه النبتة الهجينة هي خطيرة على المنطقة وتهدد النبتة الأصيلة للقنب الهندي طيب هذه النبتة الأصيلة للقنب الهندي كيف يمكن حمايتها؟ أنا رأي نعطيك أن نجمل بالواقع النبتة الهجينة هذه أولاً بعدها يعني تنخرط الاقتصاد الوطني لأن من تدخل هناك تتفع بعشرة دراما للحبة المسايا الأخرى والمياه والمشكلة الكبيرة هو أن حتى السوق الأطلية يعني هضطت إلى أقصى درجة بمعنى أن كثير من فلحة التي تغرصها لا يمكن أن يدعوها كارثة 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 عظم الآن أما النبتة الأصلية فهي ذكرية كي نرى في الجبال الفوق عندنا أحنا في المنطقة كم ثمنها؟ قلتنا النبتة الهجينة النبتة الأصلة كم ثمنها؟ النبتة الأصلة أرى أولاً كل من هضروا على السمان هضروا هذي 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 بنت الهجينة الي عايشة في الدنيا وخال Heroes هذي 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 باش نقدرون تنافسوا مع السوق الاوروبية او السوق العالمية باش يمكننا في اللحظين لنا يستفدو الحقيقة غير ذلك